في هذا الزمن العجيب والغريب استبدلت طاولات الدراسة بأجهزة الكمبيوتر واستبدلت الكراسية اللي كانت تكسر ظهرك وتخليك تكرهن نفسك بسرير نومك واستبدلت كتبك الدراسية بجوالك والمدرس ما صار يقدر يمنعك من أقل الأشياء البسيطة مثل الروح للحمام الحين تقدر تروح للحمام وتناظره وهو يشرح لك يب أنا عارف الوضع غريب يا عزيز الأستاذ لكن وش تسوي لازم يروح للحمام وتكن تمنعه وأكل المقصف صار هو أكل البيت اللي ما نحتاج نتكلم عنها يا صاحبي أخيرا ربي يفكني منك ما رح أحتاج سندوشتك هذا السندوشت اللي بطعمية وهذا المصاص أخيرا ما بحتاج أكل من أكلكم أكل البيت أحسن والله الحين تفكر وتقول واو أنا بنعمة كبيرة أكيد هذه الدراسة رهيبة جدا لا تستأجل بالحكم رح يشوف نهاية المقطع إذا كانت هذه الدراسة رهيبة أو لا وقبل ما نبدأ إذا أنت جديد بالقناة وما اشتركت للحين اشترك وفعل الجرس وتابعني على المواقع التالية رح تنبسط صدقني رح تنبسط وحط لايك للفيديو ولا ترى بقول للمدرسك أنك ساحب على المحاضرة وجلست ناظري أعمالت هذا كله؟ برافو يلا نكمل زمان كان لما تبي تصحى للمدرسة كان لازم تقوم بهذا الشكل قوم يا ابني للمدرسة يلا خمس دقائق بس خمس دقائق بس وبصحى قوم انتهى الخمس دقائق يلا قوم تاوي قلتها الخمس دقائق وش صار كيف راحت بهذا الشكل ما بي أروح المدرسة أنا تهبان تهبان اليوم ابنك ما يبي يروح الدوام ما يبي يروح الدوام وش هذا وش هذا أنا جايها الحين قوم يا ورع اوه هذا هو صاحي يلا براحة صاحي يا اخوانا فالفال قوم من المدرسة يلا قومي يا بنت لا 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 ما بي أدوم يا نوم ما بي أدوم قومي الحين ما بي ما بي يلا انقلعوا للدوام أما اليوم الأمر صار بسيط الدوام صار الساعة تسعة ومش الكل أساسا بنفس الوقت بعضهم يدوموا في العصر يعني بس برضو راح تنضرب عشان تصحى هذا شيء أساسي منها ما لها طعم أساسا لو ما صحي تبدو ما تتبذل ولا لا يا فلفل والله لما باعدت عني الحين اني اللي برد بطني فيك انقلع ما حكيكم عن الطابور الصباحي كانت رح توقف بطابور ويجي المدرسة الرياضة النشيط جدا بكل نشاط يقول لك واحد نين ثلاثة اربعة واحد نين ثلاثة اربعة واحد نين ثلاثة اربعة هاي انت أساسا أنا عندي سؤال وش هذا الواحد نين ثلاثة اربعة ليش مش خمسة مثلا ليش اربعة وكلكم طقة واحدة وش هذا نفس المرأسة متخرجين منها ولا ايش بعدين شوف الحماس الحماس الخرافي هذا اللي في عيون الطلبة اما اليوم يلا طابور الصباح وش المفروض اعمل يعني ابيك تعمل تمارين الصباح تحاسبني اهبل اهبل اراح ارقص لك على اللابتوب عشان انت تحفظها عندك بالكمبيوتر وتضلني فيها بعدين يا مستر بطاطا انا عرف حركاتك هذي لا 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 انت يا مستر فلفل مش فاهم علي انت جاس بصراحة تسيء الظن انا ابيك بس ترق اقصد تتمرن وصير نشيط مستحيل اسوي هذا الشيء ابدا ما رح اسويه ويا رب يا رب ما يجي هذا الشخص ويقول لازم نعمل طابور صباحي للطلبة لانهم مشتائقين جدا لطابور الصباح صراحة هذي النصائح عليها نفسك يلا يا مستر فلفل ابيك تقول فقرة هل تعلم هل تعلم انك لو ما سكت راح اصفك بهذا اللابتوب ولان يجي للحصة الاولى وانت كذا جالس تناظر المدرس وهو يشرح لك في جهاز الكمبيوتر اخوياك الصراحة يقومون يرسلون لك دعوة عشان تلعم معهم لعبة وانت كذا تناظر في الدعوة وتناظر في المدرس وتجيك الخيارات الصعبة انا ابغى العام معهم هو كيف راح يعرف اساسا اني انا جالس العب مم مستحيل راح يعرف صح ما راح يقدير يعرف هاي انت ليه ساعة ما رسلك دعوة تبي تقبل ولا لا تراح نلعب ونسحب عليك مستر فلفل انت ومستر موزا سيبوا اللعب وركزوا بالمحاضرات يا رجالة خلنا نلعب وش فيك انت كذا نكدي وبعدين خلنا نكون صريحين الدراسة أساساً عشان أحنا نسمع لك صح؟ يب خلاص أحنا بنلعب وبنسمع لك يب رح نلعب ونسمع لك وش تبي أنت أساساً؟ كفاية لا 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 لازم تركزون معي شوف يا أستاذ هل تشوف أني ادخلت في شغلك طوال السنين اللي كنت درسني فيها؟ لا هل تشوف أني تهوشت معك أو ضربتك أو كسرت سيارتك؟ يب هل تشوف أني مقلبتك أو سويت فيك أي شيء كهتاني فيه؟ يب شفت الآن أحنا ما رح نسويب فيك أي شيء رح نلعب وانت كده تشرح بس مو لازم نناظرك واو إيش هذا الذكاية مستر موزع أحسنت يب مو لازم نناظرك لازم تناظروني إذا ما خليت أنا نلعب رح أطلع الفيديو هذا في التك توك وات أوكي رح أوكي نبريك نصف ساعة أوكي شاطر خلصوا القيم سلوية دعوة الآن الأغلب يسأل هل في فسحة؟ يب فيه طبعاً بس زمان كان لازم تروح توقف طابور طويل عشان تاكل ويقوم يبيع لك هذا الآدم يبيع لك سد وشت ويعطى غيرك بلاش الآن هذا الكلام مش موجود إيزي ما في طابور على الثلاجة على طول تأخذ منه لتبيه في الفسحة كان فيه ثلاثة كده كل ما شافوك يضربوك إيزي هذا الكلام مش موجود بس لو أخوانك يضربوك عاد الشك والله وش تعمل يعني؟ أنت مضروب مضروب يا أستاذ أبغى الحمام لا يا أستاذ أبغى الحمام من جد لا يا أستاذ من جد من جد أبغى الحمام خلاص الأخي روح إنقلع فكيني منك يا أستاذ أبغى الحمام لا أنا أسلسل في الحمام بس فقدت شعور أني أستاذ منك وأنت تجلس تقول لو في النهاية أنا أروح أبلع أما بالنسبة للأهل زمان كانوا مبسوطين لما يرمونكم للمدرسة ويعرفون أنكم بتكونوا في مكان آمن وبيرتاحوا منكم بجزء كبير من اليوم هذا أما الحين الله يعين الله يعين هاي أنتم بتجلسوا وتتعلمون هنا ولو واحد منكم تحرك من مكانه أو لعب ذيله والله بهذا الخيزرانة فاهم يا فلفل يب طفش 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 أنا ماني قادر أتحمل فقد صديقاتي ماني قادر أبي أشوفهم مستر ماس هل فقدت أصحابك؟ لا ما عندي أصحاب مستر فلفل هل فقدت أصحابك؟ يب واو من جد عندك أصحاب؟ يب كنت أحب أضربهم بالفسحة لكن الحين ما عندي أي أحد أضربه أوو عادي أقدر أضربكم أنتم أوو شيئ الدراسة شيء أساسي سواء كانت عن بعد أو في المدرسة اهتمامك فيها أمر مهم جدا وتعرف وش هو المهم أنك تشترك بالقناة وتفعل الجرس وتحط لايك وتنشو المقطع بين أصحابك عشان أخوياك يشوفون برضو وينبسطون ويسحبون على المحاضرات وتجلسوني ناظرون القناة ما متزحبي يعني تجلس تناظر وانزل اكتب لنا بالتعليقات مواقف صارت لك بالدراسة عن بعد خلونا تشوف وين راح هذا؟ هاي أنت وين بتهرب؟ يارب ترجع المدرسة ترجمة نانسي قنقر